حتى هناك استعدادات لتغيير النظام السياسي بالعراق من داخل العملية السياسية؟ نعم من داخل العملية السياسية هذه المعلومات متوفرة لدى الإطار؟ يعني ليس لدى الإطار فقط ويعني بصراحة أنا حسب وجهة نظري أنه تقرير مثلثة الممتحدة تقريبا أثبت هذه المعلومات اللي متوفرة عندنا أن هناك استعدادات بتغيير العملية السياسية بالأيام المقبلة